مباراة النجم الرياضي السحلي والجارف السينيغالي لقاية المجموعات بالنسبة لكأس الكونفيد الافريقية لكرة القدم كرة لصرح النجم الرياضي السحلي والبحث على المبغد من زملاء غفران النوالي منذ البداية خاصية فريق جارف أنه تمكن من التأهل خارج الميدان مفريق سان بيدرو الافوري وأيضا تأهل مفريق بلاتينام والتعلق لحارس جارف وأيضا تفدي إحداث الفرق الهجوم لصرح فريق جارف من الجهة اليمنى لكن الرجوع للاعبي النجم والتدخل حاسم بنسبة للحارس الأيمن البلبولي أمام ألبير ديان جوهر بنحسن الكرة لأيمن السفقسي ويرجع مباشرة لجوهر بنحسن والوضعية فرج القرماني فرج القرماني عنده كاتو للتجيل متوسط ميدان النجمة السحلي كان بإمكانه استغلال الوضعية الأخيرة أمام حارس جارف النشع على ملوان النادي الرياضي السفقسي المنتصر بصعوبة على فريق ساليتاس إيهب لمسكني المرور على الجهة اليسرى الأمسة بفرج القرماني والكرة الأخيرة مش هو لسوق وضعية سينيحة لإيهب لمسكني في المقابل النجم الميتوصل إلى التجيل التدخل والرفلاكس من حارس النجمة رياضي السحلي مشاهدين عودة متجددة لمنتبعة مباراة النجمة السحلي والجارف السينيغالي فرج القرماني على مستوى الكرة الثانية إلى حمزة الأحمر والتدخل من الحارس بابي انتياي كرة بسرعة أيمن السفقسي أيمن السفقسي بالإمكان المباقتة ثم الحاج محمود الكرة للنجمة السحلي مرتضى بن ونسي حاضر ثم حمزة الأحمر التألق للحارس السينيغالي جاك بي في وسط المايدان ما تمش مخالفة نشوفه السرعة من المختار نداي المحاولة من جانب شراف والمتابعة من أيمن البلبولي فرج القرماني فرج القرماني إن شاء الله يعمل الديفيرانس للنجمة السحلي وهو الأحداث الفرق عبر الحصول على مخالفة من فرج القرماني ليخترق الدفاع حمزة الأحمر حتى في المواعيد الأفريقية وكذلك تواجد إيهاب لمساكني إذن حمزة الأحمر ممتاز جدا قلت حمزة الأحمر سيسعد جماهير ندج مريض السحلي وتمكن من أحداث الفرق كورة صعبة برشة على الحارس من مهارة من فنيات من دقة لمتوسط الميدان الهجومي لفريق جوهرة الساحل هدف مقابل سفر من جديد الركنية من حمزة الأحمر بصعوبة بصعوبة الاستماتة من دفاع فريق جراف ثم من جديد صالح الحرابي صالح الحرابي مباشرة إلى حرس فريق جراف ستنجد بحمزة الأحمر في الشوطة الثاني لكي يتمكن من أحداث الفرق وقلنا في الشوطة الأول مجهود فردي حذري من الهفوة من مدافع النجمة الساحلي والتألق من أيمن المثلوثي منتصر فرج المحاولات لسالح النجم الكورة في مناطق الجزاء الانكانية وضرب الجزاء ضرب الجزاء لفريق جوهرة الساحل عبر أيمن السفقسي حمزة الأحمر للنجم الساحلي الاقتراب من ثلين سفر للنجم حمزة الأحمر فعلا الخبرة في المسابقات القرية بداية ناجعة للنجم في هذه المسابقة في دور المجموعات إذن ثلين مقابل سفر فوث ثمين للنجم على فريق جراف وإن شاء الله التدعيم في قادم المواعيد للنجم والتألق على المستوى الأفريقي لمختلف مماثلي كتل قدمة تونسية